السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبل ما نبلش بالحلقة في ملاحظة حابب أني أركز عليها في البداية هي موضوع أني أنا بظن أردد كلمة التبرع وتبرع أو ما تتبرعوش وما تكبسوش ومش عارف إيش وهاي وبعض الأشخاص بعثولي يعني إحنا منحاول أنه إحنا نتبرع ولكن لا عنا الكبسات هاي الموجودة اللي أنت بتذكرها موجودة فمش عارفين نتبرع وفي نفس اللحظة رابط البيبال هذا اللي محطوط ما بفتحها عنا ومش عارفين الطريقة إحنا نتبرع فيها وحتى تبعت الانتساب برضو اللي هي الجوينت أنك تشترك أنت في القناة كمنتسب برضو هاي مش موجودة عنا فمش عارفين شو نعمل فأنا حاب أجاوب على هاي النقطة أولي شي بالنسبة للتبرع يا جماعة الخير أنا لما بذكرها في القناة بذكرها نوع من أنواع الدعاء بزمان كنت متأمل خير أنه يعني نجمع مبلغ وأقدر أجيب جهاز كمبيوتر وأشتغل على جهاز هالكمبيوتر ونطلع فيديو ونعمل دروس تعليمية ومش عارف إيش ودخلنا بمصاعب كثيرة وضرب جهاز الكمبيوتر واخترقوا جهاز الكمبيوتر وتهكر جهاز الكمبيوتر ويا دوب هو أساسا مسلك حاله يعني هسا إحنا لقينا بديل والمتابعين القدامى بيعرفوا هذا الموضوع فمن كثر ما يأست من الموضوع هذا أنا بطلت أحكي عن موضوع التبرع أو أن أطلب من حد أنه يدعم أو يعمل للقناة أو أي شيء فبعض الأخوة الله يبارك فيهم بدعموا للقناة عن طريق التشكرات والمنتسبين اللي موجودين أسماءهم موجودة في آخر الحلقة كل مرة موجودة شكرا لإلهم في العراق وفي سوريا وفي المغرب العربي بعض الدول أو المغرب الأمازيغي عشان ما يطلعوش يقول لا إحنا مش المغرب العربي إحنا مسمى اسمه المغرب العربي يعني فهذا المعروف فيه فإحنا عارفين أنه المغرب الأمازيغي وبنعرف أنه إن كنته مش عربه وبنعرف إن كنته أمازيغ ومبسوطين على هويتك ومكايفين وأحنا نفس الإشي يعني مش الموضوع المهم ولكن أنتو تسموا عنا بهذا المجتمع اللي إحنا عارفينه والموروط الموجود الكل يعرف إنه اسمه المغرب العربي هذول الدول بحد الآن ما في عندهم تعامل مع اليوتيوب أو ما في عملية التحويل المالي السلس اللي هو بقدر إنه يحول لبنك أو عنده فيزا كارت بقدر يربطها مع البيبالة يحول عليها إلا عن طريق إشي اسمه السوق السوداء يعني هم أشخاص بيكون عندهم هاي البطاقات بتروح أنت بتعطيه كاش وهو بيحول من عنده وبأخذ عمولته على هذا الموضوع وغلبي يعني مش كل الناس ترضى تعمل هذا الشي فأنا بعرف هذا الموضوع وبعرف إنه صعب جدا على كثير من الدول خصوصا في الوطن العربي إنهم يتبرعوا لظروف المادية وظروف المعيشية والالتزام وصعب العيش والأمور اللي زي هيك فأنا مش ما يعني مصدوم أو إنه والله أنا خذلت من الموضوع لا يا عمي أنا مقدر الموضوعات وعارف هذا الموضوع حضوركوا للحلقة بس إنكم بتحضروا للحلقة إنتوا ويتحطوا اللايك والكومنت والأشياء هاي هاي بالنسبة لإلي دعم يعني ما تحسسوا يعني حسيت إني أنا كأني بخجلكم في الموضوع لا يا عمي أنا بحكي هذا الكلام نوع من أنواع الدعاة لاحظوا على أسلوبي بالكلام يعني لما بقول كبسوا لي على الكبسات وعملوا لي على الكبسات وتتبرعوا ما تتبرعوش ومش عارف إيش هذا نوع من أنواع الدعاة بتغيير الجو لأنه من طبيعتي أنا ما بحب الرتابة بالعطاء ما بحب الأسلوب الجد الزيادة عن اللزوم اللي بكون ممل في بعض الأوقات لازم أنت تعطي أشياء معينة هيك يعني تخفيف من هالأعباع أنا بحكي توقعات نكد وأجي أنكد عليكو حتى في الكلام اللي أنا بحكيه صعبة شوي بتلطف الأجواء شوي هيك نوع من أنواع المزح يعني فمش مطلوب من أي حد أنه يدعم القناة أو يتبرع للقناة أو أنه يقدم شيء للقناة مش مجبرين أنا هاي القناة قناتكم وقناة مجانية وأنا ما بتقاضى لا أجر لا عن التحليل ولا عن المساعدة ولا عن تقديم أي نصيحة أو درس أو معلومة ما بدي مقابل لهذا الموضوع ولكن هي كانت الفترة الأولى لأنها كانت صعبة جدا وخلص يعني شفت أنه بالموجود بالإمكانيات الموجودة أنا بقدر أقدم هذا الشيء خلص بقدمه ليش أنا أحرج نفسي وأحرج المتابعين والأحبة بإني أظن أليح عليهم أليح عليهم بعملية الدعم والمتابعة وعملية التبرع وعملية خلص هذا شيء موجود أنت بإيدك بدك تتبرع عندك قدرة على هذا الموضوع عادي بتتواصل معي بتقول لي والله أنا حابب أتبرع مش عارف تعمل على البيبال أو على الأمور الأخرى عادي جدا انس الموضوع تفكر شيء يعني مش الإشي اللي بزعلني يعني خلص زمان كنت حساسة زيادة عن اللزوم بعدين وصلت لمرحلة أنه عادي كله عادي كله بيمشي طبيعي يعني هاي مسألة من المسألة المسألة الأخرى أنه بيجي بقول لك يا عمي أنت بتقدم محتوى القنوات الثانية قاعدة بتنشهر وعندها متابعين بمئات الألوف وعندها مش عارف إيش وأغلب هدول الناس بأخذوا منك أو فلان إحنا سمعناه بأخذ منك ونفس الكلام ونفس المصطلحات وحتى المزحة تبعتك بيحاول يلدك فيها وصوتك بيحاول أنه يجيب نفس الخامي ويا عمي يأخذوا أنا مش زعلان من هذا الموضوع أنا يكفي عندي متابعين اللي هم اللي بتابعوا حلقة التوقعات اليومية قديش بدهم يكونوا ستة سبعة ثمان تلاف عشر تلاف هدول المخلصين مثلا للقناة واللي بتابعوا بحبوا يأخذوا كل المحتوى من ضمن الأشخاص اللي بيسمعوا كل الحلقة بيصلوا عشرين في المية يعني يقول ألف ألفين واحد بدهم يسمعوا الحلقة بالكامل أو ألف واحد هم يسمعوا خلص هدولة كيف هي الحمد لله المهم أنه ناس تستفيد من هاي المعلومة واللي بديو يأخذ ما أنتو عارفين يعني بس تسمعوا تعرفوا أنه والله يا سعيد من أول ما بلش في التوقعات إن كان على الفيسبوك لما كان يكتبها كتابة ولا لما صار يسجلها حلقات ولا كانت على الإذاعة هي نفس الأسلوب ونفس المصطلحات ونفس الكلام وما رح يتغير لأنه هذا أسلوبي فعشان هي أنا بأزعل من هاي النقطة ولا بأزعل أنه أخذ الكلام ورح حكا المهم أنه ينتقل إشي صحيح ما يتحرف المهم أنه ما يصير كذب على هذا الموضوع المحتالين والنصابين والناس اللي بتستغل للناس في هذا العلم هي هاي كنا في البداية بدنا نكشفهم يعني نقول أنه هذا الإشي الصح وهذا الإشي الغلط اتهاجمنا وتبهدلنا ومش عارف إيش واخسرت بلاوي من وراء هذا الموضوع يعني أنا سنوات وأساسا كنت أحارب بأنه حتى الإعلانات والأشياء اللي بتعملها اليوتيوب نفسها كانت تنحضر علي لأنه كان يتبلغ علي الطائفية والعنصرية والمش عارف إيش ولا اليوتيوب يراجعها ويقول لي لا ما خلص مسموح لك الإعلانات بتكون الحلقة راح لها يومين ثلاث ما حدا بيرجع لحلقة يبل يومين وفي أشخاص بتسأل بتقول لك يا عمي الإعلانات هاي بتزهجنا الإعلانات كثيرة الإعلانات مش عارف إيش يا عمي الإعلانات هاي اليوتيوب إحنا ما نحط له إنه أنت انتقي الأماكن المناسبة لوضع الإعلانات اليوتيوب هو اللي بيحدد وين يحط إعلاناته هذا واحد اتنين من زعجيتك الإعلانات ومش حابب تشوف الإعلانات عادي بتقدر تدخل تشترك في نفس اليوتيوب اللي هو بريميم اسمها تقول له أنا بدي أشترك عندك بالمبلغ الفلاني عشان أنا مشوفش إعلانات ولا على أي محتوى تبطل تشوف إعلانات أما أنا الإعلانات بالنسبة لإلي هاي هي الإعلانات اللي بتجيب جزء من المصروف بتجيب ليش ملايين بتجيب ليش ألوف يعني أنا إذا ضرب هالجرد خلينا باللغة العامية يا دوب أوصل لي أنا بدون الدعم اللي بيجي من من الأشخاص بالتشكرات والأشياء هاي بوصلش 300 350 دولار إيش 350 دولار أنا على منتج قسم إنتي وشوف قديش أنا بتعب على الحلقة وقديش بعطي من وقتي وقديش هذا بيجيني 300 دولار 300 دولار هاي في الأردن شو بدها تسوي نت ولا كهرباء ولا أجهزة ولا صيانة ولا أجهر اللي بيمنتج لي ولا إيش يعني أنا بدفع من جيبتي على الموضوع فالإعلانات طبعا يعني أنت سامع الحلقة عشان تجيب أنت مردود للإعلانات كلها ما أنت بتدخل بتسمع برجك أو بتقرف من الإعلان اللي بيجيك في برجك أنا شو أسوي بتحضر الحلقة كاملة يا عمي طب شكراً إلك بتدعمني إذا شفت الإعلان مش شرط إنك تشوفه كامل وتكبس على الإعلان وتفتح الإعلان ومش عارف يعني مش شوف الإعلان بس خلي يجي الإعلان وخلصنا هاي هيك أنت دعمتني يعني هذا الإعلان أنا بأخذ عليه يعني كل ألف إعلان أنا بأوصلش عليه 2 دولار يعني فتخيل أنت وفيه إشي بأخذ سنتات عليه على حسب الدولة وعلى حسب مين المعلن وعلى حسب الشركة وعلى حسب المكتوب ولا نص ولا صورة ولا بتجاوز ولا ما بتجاوز في قنوات اليوتيوب هم بعرفوا هذا الموضوع فلا تفكر أنه أنا والله مليا من وراء القناة يعني أنا بعطي لأنه أنا بدي أعطي هذا الموضوع أنا ما بدي ما عندي قدرة صحية أني أنا أشتغل بالتلفزيون أو إذاع لأنه انتصب علي اشتغلت معهم وما أعطوني مصاري يعني كنت أشتغل معهم حتى بالمجان وهم بيسمعوني يعني هم نفسهم بأخذوا وبنزلوا على الإذاعات وبنزلوا على محطات التلفز يعني نفس التوقعات هاي بأخذوها كوبي هيك وبنزلوها في الأول كنت أطلع أنا وأعمل بث مباشر ونحكي ونأخذ اتصالات ومش عارف إيش أقول لك والله سعيد بأخذ مصاري من الإذاعات أقسم بالله ما أخذت منهم فيلس إلا مرة وحدة مقابلة يعني هيك بدل المواصلات أعطوني خمسين دينار هي هالمرة هاي ومعدوهاش وأنا ما عدتهاش وبطلت لا بدي التلفزيون ولا إذاعة هيني بطلع بحكي اللي عندي اللي بيجي بيجي واللي ما بيجي بيجي واللي بدعم بدعم واللي ما بدعم بدعم خلص فلا تزعلوا مني يا جماعة الخير إني بظنى أردد هاي الكلمة حط اللايك وحط الدسلايك وحط الكومنت واشترك بالقناة لا يا عمي هذا بس مجرد حكي بدك تشترك يشترك أغلب اللي بتابعوا الحلقة أساسا مش مشتركين في القناة يعني أنتو بتفكروا أغلب الأشخاص هدولا اللي بتابعوا والعدد هاد هم المشتركين لا والله نسبة 60% أو 70% من اللي بحضروا الحلقة مش مشتركين ما والمشكلة إنه المشاهد ما بيعرف إنه صاحب قناة اليوتيوب بكون فيه خوارزمية فيه إحنا في الستوديو تابع اليوتيوب بعطينا الحلقة هاي شو اللي نحضر منها وشو اللي تمشي عنه وشو أكثر نقطة في الحلقة هاي كانت ملفتة للانتباه تجمعوا عليها المتابعين قديش نسبة اللي حضروا الحلقة كاملة قديش نسبة المشتركين مين شافها من التليفون مين شافها من كمبيوتر مين شافها التلفزيون مين شافها باب الدولة الفلانية يعني عادي 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 ممشيين إحنا عادي فلا إحنا زعلانين ولا أنا زعلان ولا عتبان ولا رح أعتب على حد وحتى لما بيجي شخص بيكون دافع فلوس عند أشخاص من تبعين القنوات الأخرى ونصابين وبدفع دولارات بالمئات وبيخربوا بيته بالمعلومات وبيجي علي بيقول لي ما عليش دا سألك قداش بتاخده على الخرطة الفلكية بقول له مجانا بنصدم هيك طيب الله يتجاوبني على السؤال طيب يعني أنا جاوبتك مجانا رح أدفعت هناك فلوس طيب بقول والله أنا بدأ أدعم سعيد بشوي وما بقول لك ادعمني بس أنا يعني نوع من أنواع الملاحظات فما بيهمني أنا دعم ولا ما دعم أنا بدي أعطي يا عمي أنا زلمي بدي أعطي ما بدي مقابل أنا بدون مقابل ومش خلصان فمقابل شو بدي يصير فيه بدناش نتعمق أكثر في هذا الموضوع وبدناش نطيل بالحلقة نخليها دردشة ونضيع التوقعات هي التوقعات اليوم ممتازة يعني هي يوم رائع جدا رح يكون فيعني إن شاء الله أن يكون الكلام هذا خفيف عليكم ورغم أني أنا عارف أنه كثير من المتابعين ما رح يحضروا كل هذا الهري اللي أنا هريته عادي الله يرضى عليكم كل مهم أنكم ما تزعلوا مني وإحنا إخوة وأحبة وهي قناتكم وأنتوا أنتوا فصلوا وأنا بلبس ومثل ما بدكم هذا مثل عنا يعني مثل ما بدكم يعني أنا ليش دائما بسألكم مش إنه والله شخصيتي ضعيفة أنا حساسة لا يا عمي أنا أنت بناسبك هذا الإشي أنا اللي بقدم لك هذا الإشي مش شرط اللي بناسبني أنا بناسبك فعشان هيك بحاول قدر الإمكان إني أوفق ما بين الجميع بالمعلومة اللي أنا بعطيها اللي ترضي الجميع فقط لا غير هذا هو كل الموضوع هاي تفضل وهاي طلعت برغي ربع ساعة راح من الحلقة خلينا نروح لتوقعاتنا اليوم توقعاتنا على يوم السبت ثمانية تموز يوليو طبعا القمر اليوم موجود في الحوت وبدو ينتقل لبرج الحمل في ساعات المساء طبعا هذا يوم رائع بكل شيء لأنه في زوايا قوية جدا واليوم يعتبر من أيام السعادة في ميزات كثيرة للجميع طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة هو في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة واربعين دقيقة من مساء اليوم الجمعة بعدين بدو ينتقل ويصير في منزلة الرشا وهي آخر منزلة في الخارطة الفلكية وفي برج الحوت تحديدا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وثمنتعشر دقيقة من مساء اليوم السبت بعدها بدو ينتقل لمنزلة الشارطين اللي هي أول منزلة في برج الحمل وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر أيضا بما أن القمر موجود في برج الحوت لغاية ساعة المساء معناته اليوم تقريبا بتلعب الناحية الروحية دور بارز بشكل واضح منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ونجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم وقسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزوا جانبا وبيذرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هذه الفترة بنقع بحبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح وعياد يعني وإنجاح بعض الأعمال الفنية كالشعر والرسم وعياد المرضى وشراء الزهور وقتنا للتصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية التقابل بنقدر نحكي شوي فيها نوع من أنواع السلبية لأنه أي زاوية التقابل دائما بتضعف الكواكب مع بعض لأنها بتدخل الذبذبات مع بعض فهنا بهاي الزاوية بين عطارد وبين بلوتو هاي الزاوية تأثيراتها من يوم ثمانية سبعة ل يوم ثلاثة سبعة طبعا ذروتها يوم عشر سبعة الساعة ثمانية وسبعة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج شوي هاي الزاوية بتعطينا نوع من أنواع الكآبة والهم والشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا بتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب ممكن شوي يتأثروا بهذا الموضوع وأسباب المشاكل القلبية اللي هي العصبية وبرضو بتكون تحدث تنتبه من حوادث ابتيجي عن طريق النيران أو حوادث السير طبعا هاي الزاوية بتدلع انتقاد الصحافي للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤمرات سياسية كانت تحاك في الخفاء وهناك احتمال وقوع زلازل أو حرائق في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا تأثيراتها من يوم 5-7 إلى يوم 9-7 بننشط فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت وبتعزز قدرتنا العقلية وبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا تمنحنا ذكاء وخيال وابتكار وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين ولكنها ممكن تضر بالتركيز عنا بيزيد ميلنا طبعا للأمور اللي لها علاقة بالسينما والتكنولوجيا تتلفز كل ما إلوصلها بالكهرباء وبرضو بيصير عنه قدرة على تقوية حدثنا وبتساعدنا على حل الأوضاع المعقدة وبتجلبنا دعوات وعروض ممكن يكون فيها سفر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهي تأثيراتها من يوم 7-7 إلى يوم 12-7 طبعا ذروتها كانت يوم 9-7 من صبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة تجعلنا غير منطقيين في تفكيرنا ممكن تسببنا اضطرابات نفسية وبتدفعنا للخداع في بعض الأوقات لأنها شوي مخادعة وطارد ونبتون مع بعض في هذه الزاوية شوي بيخلنك تتوههم بعض الأمور إنها إيجابية ولكن بتكون سلبية ولكن برضو بكون في عنا قدرة على إنجاز الأعمال الصعبة والأعمال الفكرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي تأثيراتها من يوم 24-6 ليوم 14-7 طبعا بالنسبة لهذه الزاوية بتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بإنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي من يوم 28-6 إلى يوم 12-12 طبعا هاي زاوية منفصلة حكينا ما إلها ذروة بهذه السنة تحديدا طبعا هاي بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم برجع بيظهر على الساحة رجوعه بيدعم من وضعنا الحالي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 25-5 إلى يوم 14-7 طبعا بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن أن تحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن وتعطينا نوع من أنواع السعادة المادية هاي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي من زوايا اليوم واللي زوايا مع القمر أول زاوي زاوي التسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي ذروتها الساعة 5 و 47 دقيقة من صباح اليوم السبت تبدأ تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى عصر يوم السبت بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وبتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية وأمور العلاقة بالتلفزي والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة 9 و 55 دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت تبدأ تأثيراتها من مساء اليوم الجمعة وبتستمر حتى مساء يوم السبت نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات خصوصا بالأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية طبعا هي ذروتها ساعة 3 و 21 دقيقة عصرا من عصر اليوم السبت بتوقيت جرينيتش تأثيراتها بتبدأ من فجر يوم السبت وبتستمر حتى فجر يوم الأحد بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وهذا الوقت مناسب الراحة برضو تعطينا نوع من أنواع الحساسية والرومانسية بتمنحنا كفاءات خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمجال الفني أو المسرحي أو الروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية ذروتها ساعة 6 و 21 دقيقة مساء من مساء اليوم السبت بتبدأ تأثيراتها من ساعات صباح يوم السبت وبتستمر حتى صباح يوم الأحد بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بتمنحنا حكم صائب ومواهب وروحانيات عالية جدا وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بإبداع عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 6 و 21 دقيقة من مساء اليوم السبت ورح يستمر لغاية الساعة 7 و 18 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الحمل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 7 و 18 دقيقة مساء خلاص القمر بنتقل وبصير في برج الحمل عشان هيك من ساعة المساء منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفق الدبلوماسيتنا منكون أكثر عدوانية فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحصل العيون إذا استدعى الأمر لذلك وإدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هدولة اللي بصير فيهم مشاكل أما من ساعات المساء فبصير عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم هدولة بصيروا أكثر حساسية من ساعات المساء المتأخرة عشان هيك اليوم هاي الأعضاء تحديدا عمليات جراحية كبرى ما بنصح فيها عمليات صغرى ما في أي مشاكل لإلها ما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشاكل للعمل الجراحي بالعكس اليوم مناسب جدا أما بالنسبة إلا فترة خلو المسار طبعا أما بالنسبة العمليات التجميل فبرضو نفس الشيء ممتاز ومناسب جدا العمليات التجميل دون يعني فترة خلو المسار مناسب للحقن والجراحة وأيضا يصلح لزلت الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل معناة خلو المسار القادم بيبدأ في تمام الساعة 11 و10 دقائق من مساء يوم الاثنين عشر سبعة وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و54 دقيقة مساء لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 20 يوم في تمام ساعة 48 و46 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بصير 21 يوم نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 سبعة سعيد الآن بنسبة 100% في ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة 85% القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل في ساعات المساء ورح يظل في الحمل يوم 10 سبعة سعيد بنسبة 30% عطارد في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 60% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 40% ولكن بدأت تأثيرات الحامية ما قبل الانتقال لأنه عادة نحن نقول يبل الانتقال بخمس أيام بيبلش الجو يحمى بتصير مشاكل وعنف وعصبية وبيستمر لحديث ما بعد الانتقال بأكم من يوم لتستقر أمور المريخ بشكل جيد المشتري في الثور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 29 8 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعا يا ريت اللي وصل معنا لهون وما حط اللايك والديسلايك والكومنت والشير والكبسات هاي كل هيكبس عليها يعني كبس وشي ولغي يعني حط الكبس ولغيها أو كتب كومنت ولغي يعني بس انك اعمل اشي يعني اهي اضحك علي وضحك على حالك وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لانه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتشعر بنوع من انواع الضغط اليوم ولكن مش بشكل اللي كان علي يوم امس اليوم اريح شوي نفسيا مستقر عصبيتك اقل شحطة يعني درجة ولكن عادي بتولع في اي حدا ما عندك اي مشكلة ولكن حاول انك تضبط اعصابك وتأجل كل الامور ليوم الغد لحد ما القمر يوصل لعندك لانه في ساعات المساء المتأخرة القمر بده ينتقل ويصير موجود عندكم فبترجع لنشاطك المفقود وها ايضا بصير في عندك طاقة ايجابية عالية وممكن تستفيد اليوم من اشياء الها علاقة بالعلاقات الاجتماعية ولكن مش وعود او بعض الامور اللي الها علاقة بالمؤسسات الكبيرة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بظل فيه نشاط ما بين بينك وبين اصدقائكم او علاقاتكم الاجتماعية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعدوا من لقاء الاصدقاء او تعاونهم معكم او تواصل او دعم ولكن بدك تحذر انه اليوم حاول انك تنجز كل الاعمال المهمة والضرورية لانه ابتداء من ساعات المساء القمر بده ينتقل ويصير في بيت المتاعب فعشان هيك الفترة القادمة تدخلوا في فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه اكثر لصحتكم حذروا من الدخول في مناقشات او جدال مع الاصدقاء من ساعات المساء لانها ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزة بالنسبة للموليد برج الجوزة طبعا بتكون تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمال كل بداتوا فيها من قبل وتعززوا علاقاتكم مع المسؤولين اليوم إيجابي على مستوى العمل واللي بدي يقدم طلبات عمل أو مقابلات عمل أو حتى إنجاز بعض الأعمال المهمة اللي بكون معول عليها مولود برج الجوزة إنه يحصل على تكريم أو ترقي أو ترفيع أو ثنى أو شكر وبإمكانك إنك تحافظ وتدافع عن سمعتك أما من ساعات المساء المتأخرة هنا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا النشاط عالي جدا اليوم بالنقاش والحوار والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب أو بالجامعة بأكاديمية بدورة تعليمية بحث عن موضوع علمي بالأمور الغرامية مع الأحبة يعني الأجواء اليوم فيها كثير من الأمور الممتازة والدعملة إليك على كل المستويات حتى اللي بدهم موضوع هجرة أو موضوع تجاري فاليوم مميز أما من ساعات المساء فهنا القمر رح ينتقل لبيت السمعة فبتكوا تحافظوا على سمعتكم الشوي هيك وتحاولوا أن تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة والأمور اللي تتعلق برؤساءكم بالعمل أو إتمام بعض الأعمال المهمة وأهم إشي تحافظوا على سمعتكم بدون مغامرات ومجازفات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التركيز بظل على الأموال المشتركة اليوم جيد للأشخاص اللي بدهم قرض بدهم مساعدة بدهم دعم والله ما بعرف والله حكيت الحكي اللي في البداية ما في بالي كل هذا الموضوع اللي أنا حكيته يعني دول والله مرتبها سعيد آه خلاها لبيته الثامن عشان يطلب عنه يحكي عن موضوع الدعم والله ما بعرف إنه هذا الإشي رح أحكي فا تدعموش تدعموش تردوش علي فهذا اليوم مناسب جدا لأمور إلها علاقة بقرض بأمور بنكية بضريبة تأمين مطالبة بالحقوق دعم مالي أشياء من هذا القبيل أو حل مسائل إلها علاقة بالفوترة من ساعات اللي هي من ساعات المسائل المتأخرة هنا الأجواب تصير ممتازة جدا وندخل في مرحلة قوية جدا إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية وبرضو تعزيز العلاقة مع الأحبة بصير قوي جدا خلال هذا اليوم مخصوصا في ساعة المساء برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بينصب اهتمامكم حول تعزيز شركاتكم سواء المالية أو العاطفية وممكن يصير فيه مصالحات راجع عن قرار سابق أو يعني تقارب ما بينكم بين شركاكم ولكن طاقتكم ضعيفة وبظل فيه نوع من أنواع التوتر موجود عندك فبيخليك تنفعل في أي لحظة ضبط الأعصاب مطلوب ولكن الأجواء جيدة على مستوى الدعم من الشركاء من ساعات المساء طبعا هنا الأجواء بتصير جيدة جدا لأنه القمر بتصير في البيت الثامن فهنا بإمكانك أنك تعيد تنظيم أمورك المالية المشتركة والأمور اللي إلها علاقة بأي شريك معك بالمال زوج بنك ضريبة تأمين هدولا شركاءك فبإمكانك تستفيد من هاي النقطة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الآن القمر في مراحل المقابلة ولكن الأجواء جيدة اليوم على مستوى العمل فممكن تحقق إنجازات ممتازة أو علاقات أو أرباح أو مكاسب إلها علاقة بالعمل ممكن تتمم بعض العمال أو يعرض عليك عمل جديد أو تبدأ بعمل جديد أو يجيك رد على هذا الموضوع وبرضو علاقاتك مع زملائك بتكون ممتازة ومثمرة جدا حتى اللي بيحبوا يعني في نطاق عملهم علاقة عاطفية بين الأحبة اليوم بتكون في أوجها أما من ساعات المساء فهنا القمر بيصير مقابلك تماما ممكن تعزز العلاقة مع الشركاء سواء بالمال أو العاطفة الأجواء جيدة للتوافق والاتفاق وتلطيف الأجواء والمصالحة ولكن بدكوا تحذروا لأن طاقتكم ضعيفة راقبوا وضعك الصحي والنفسي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بالظل العاطفي قوي جدا اليوم القمر في البيت الخامس وسعيد بقوة وطاقة عالية جدا إذن المسائل العاطفية علاقاتكم مع أحباكم الأمور اللي إلها علاقة بالأبناء والترفيه والتجميل ووائلة من النهاية فهي أجواء رائعة جدا فاليوم لازم تتحرك وتستغلها بكل طاقتك قبل مغرب هذا اليوم لأنه من ساعات المساء في خلوم مسار والقمر بدينتقل للبيت السادس فشوي الأجواء بتصير تركز على العمل وعلاقات بالمسؤولين في ساعات المساء وبعض المراجعات الطبية أو صحية صحيتكم أو صحة أحد الأحبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بظل التركيز على الأمور البيتية والعائلية الأجواء جيدة وداعمة وممكن تحققوا بعض الأنجازات الجيدة اللي لها علاقة بالبيت والعائلة والمناسبات والتقارب العائلة وحتى حل بعض المسائل البيتية مثل ديكور وترتيبات ومسئوليات أو مشتريات أو تصليحات أو حل بعض المشاكل العائلية ممكن تهتموا بصحة أحد أفراد العائلة يعني بشكل طفيف لموليد برج القوس أما من ساعات المساء فهنا الطاقة رح تكون رائعة جدا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم والأجواء بتصير جيدة ورائعة للتقارب للتفاهم للترفيه للتجميل للتواصل للمصالح وللحب أيضا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم نشاط عالي جدا بالتنقلات والاتصالات والحوارات والامتحانات والأمور اللي لها علاقة بالإلكترونيات أو السيارات أو التليفونات يعني اليوم حتى على مستوى التسويق والتجارة والإقناع والحوار والنقاش كلها أجواء رائعة حتى على المستوى العاطفي وحتى علاقاتكم ما بينكم بين الإخوة والجيران ممتازة يعني الأجواء اليوم إذا أنت ما فتعلت المشاكل الأجواء جيدة حاول بس أنك أنت يتمشي اليوم بمكاسبه ابعد عن التوترات من ساعات المساء بيصير الاهتمام إلو علاقة بالبيت والعائلة زي مثلا تصليح وترميم ومناسبات ولقاءات وبعض التواصل العائلي أو الأخبار اللي بتيجي بشكل مفاجئ وبعضكم ممكن يكون عنده فرحة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا القمر ما زال موجود في بيت المال فعشان هيك بظل التركيز على مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم وأيضا حل بعض المسائل المالية ولكن في مكاسب اليوم جيدة أو حل بعض المسائل المادية أو تكتشف بعض الأمور اللي بتتعلق بالوضع المالي هاي أجواء برضو رائعة اللي بده أي شيء لعلاقة بالمال اليوم بيقدر يتحرك في هذا الموضوع أما في ساعات المساء فما رح تهدأ وطيرتك كثرة الاتصالات والحوار والنقاش ويعني طاقة رائعة ما رح تهدأ من كثرة الاتصالات والحوارات والرغبة بالتواصل مع الجميع ممكن شوي هيك يكون لك بعض التعامل في مسألة معينة تتوتر عليها أو تبدو الجهد بعملية الإقناع ولكن الإجمالا أنت اللي عندك نقطة التفوق برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا النشاط عالي ثقتكم اليوم بأنفسكم أكثر حيويتكم في نوع من أنواع الاستقرار النفسي أكثر برضو عندكم طاقة رائعة عشان هيك حاولوا قدر الإمكان اليوم تستغلوا كل الأمور المستوى الشخصي المستوى النفسي والمستوى العاطفي هدولا كلهم داعمينك بشكل قوي في ساعة المساء التركيز بصير على الأمور المالية تنهمكم في ضبط ميزانيتكم وبرضو في أمور إلها علاقة ببعض المكاسب أو الحلول المالية مزاجك شوي ممكن يتقلب في بعض الأوقات ولكن إجمالا ما في أي مشاكل لأنه أنت اليوم رح تجد كثير من الحلول لكثير من المسائل طيب اللي وصل معنا لهون وما حط اللايك وشاله وما حط الدسلايك وخلاه وما حط الكومنت واللي يعني ما سبش علي واللي هذا يعني عادي عندك كبسات تحت انزل كبس عليها الدعم والأمور هاي يعني مش إني حكيت في البداية بقول لك تعال دعملي لا تدعم مش تكبسش عليها هاي طبع التشكرات والانتساب والمش عارف إيش تكبسوش عليها عادي يخلي الأمور ماشي زي ما هي شكرا لإلكم ولا حسن المتابعة والاستماع وإن شاء الله إني أكون مفقد في هذه الحلقة وسمحوني عن الرغي الكثير اللي كان في بداية الحلقة ونشوفكم على خير هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر